وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجاً تنفيذياً لإنشاء مركز أطراف صناعية في مستشفى هيئة مأرب مع منظمة الطباء عبر القارات بدولة تركيا بقيمة إجمالية قدرها مليونين ونصف مليون ريال وقد وقع البرنامج عن المركز المدير التنفيذي ماهر بن عبد الرحمن الحضراوي فيما وقعه عن المنظمة وديرها الدكتور محمد زاهد ويتم بموجب الاتفاق توفير المعدات والتشغيل وتدريب لمدة سنة كاملة